بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوحة 981.2 في هذا الدرس الجديد سوف نتعرف على طريقة جعل أي صورة تتحرك وتتكلم إن كنت تريد ذلك عبر برنامج جميل صراحة كنت قد شرحته مسبقاً وأيضاً لا أتوفر على هذا الفيديو في القناة الأولى لهذا مباشرة إذا كنت تريد جعل صورتك تتحرك وتتكلم فيمكنك الضغط مباشرة هنا على أساس تحميل هذا البرنامج طبعاً بعد الضغط هنا سوف يتم تحميل أيقونة صغيرة ثم تضغط عليها على أساس التحميل النهائي للبرنامج بعد تحميل البرنامج سوف يعطيك أيقونة بهذا الشكل تضغط عليها ثم تقوم بتثبيت البرنامج بالطريقة العادية ثم تقوم بفتح يعني سوف يعطيك بعد التثبيت سيقوم بهذا الشكل تقوم بفتح البرنامج مباشرة على أساس تعلم كيف يعني تقوم بتحريك وجعل صورتك يعني تتكلم بعد أن يتم يعني فتح البرنامج عبر هذه الوجه أحباب في الله نقوم بالضغط على كونتونوار أي التالي ثم نضغط على كلاوس الحين يعني بعد أن فتحنا البرنامج سوف نسحب الصورة التي نريد يعني جعلها يعني تتحرك أو تتكلم فأنا شخصيا اخترت هذه الصورة لذا تقوم بالضغط على موديل هنا مباشرة أحباب في الله ثم يمكنك يعني أخذ صورة من الويب كام الخاص بحسبك بالضغط هنا مباشرة ثم يعني الحين يعني أنا شخصيا سوف أسحب الصورة لذا أضغط هنا مباشرة ثم أختار الصورة التي يريد جعلها تتكلمتي الصورة ضغط على open وانتظر لحين ما تظهر عندي على البرنامج أحباب في الله كما سوف تشاهدون نقوم بالضغط على next ثم بعد الضغط على next سوف تنبذيق لكنا في هذا الشكل تختار يعني الرقم 2 يجبك كما تشاهدون أن يكون بالشكل الذي هو ظاهر في الصورة هنا الرقم 1 أيضا هنا مباشرة والرقم 4 وهنا يعني يستحب أحباب في الله اختيار صورة تظهر فيها الأسنان حتى تحصل على نتيجة جميلة جدا عندما يتم يعني عندما تتكلم الصورة لهذا نقوم بعد اختيار يعني جميع الأشياء يعني نقوم بالضغط على process هنا مباشرة والحين يعني بعد الضغط على process نضغط على ok الحين يعني نقوم بالضغط على يعني الرمز play كما سوف تشاهدون فالصورة يعني تتحرك يعني بهذه الطريقة البسيطة أحباب في الله يمكنك كما أشرت التحكم في يعني الضبط يعني الفم والأعين عبر الضغط على هذه الإعدادات الموجودة هنا أو يمكنك الضغط أيضا في الأعلى هنا على أساس يعني التحكم في الأشكال أو يعني الأشياء التي تريد يعني أن تتحرك في الصورة كما سوف تشاهدون سوف أختار يعني الشعر يعني بشكل كامل نفس الشيء بالنسبة هنا يعني أقوم باختيار الشعر بشكل كامل كما سوف تشاهدون عليين بهذه الطريقة على أساس أن الصورة يعني تتحرك بشكل كامل يعني وأيضا الشعر وأيضا يمكنك ضبط الحواجب إن صح التعبير بهذه الطريقة علينا خليكم تكتشفون هذه الأشياء أيضا على مستوى الفم عليين بهذه الطريقة والأنف أيضا ثم سوف تشاهدون إلى غير ذلك يمكنك أيضا الضغط هنا على أساس ضبط يعني نفس الشيء الذي قمنا به يعني مثلا تحديد الفم بشكل كامل بهذه الطريقة إلى غير ذلك حاليا تحديد الوجه أيضا هذه الأشياء يمكنكم التعامل معها يعني بعد الاحتكاك بالبرنامج عليين حديد الشعر بشكل كامل عليين بعد ضبط جميع الإعدادات أحبابي في الله وفقا لما تريده أنت شخصيا الحين يعني مثلا نقوم بالضغط على play على أساس مشاهدة ما قمنا به يعني تشاهدون بأن الجميع يعني أجزاء الصورة تتحرك بالرغم أن هناك خلل هنا يعني قمت بإدماج خطين أو شيء من هذا القبيل عليين نضغط على هذا الخيار أحبابي في الله إذا كنت تريد إدراج صوتك إلى الصورة مباشرة التي قمت بتحركها فتستطيع الضغط هنا مباشرة على أساس تشجيل صوتك الضغط يعني على record وتقوم بالكلام وعند الضغط على الكلام يعني عند الضغط على ال record سوف يتم تشجيل صوتك وسوف يضاف مباشرة إلى هذا الشريط الخاص بالصورة أحبابي في الله يمكنك أيضا إذا كنت لا تريد يعني تشجيل صوتك الضغط على text هنا ثم تختار نوع الصوت يعني سوف أختار هذا الصوت ثم تقوم بكتبة نص الكلام الذي سوف يقال أحبابي في الله سوف أضع مثلا بما أنه اللغة الإنجليزية hello how are you إذا كانت تكتب بهذا الشكل friends مثلا بهذه الطريقة ثم تقوم بالضغط على ok على أساس إضافة الصوت مباشرة أحبابي في الله فلو ضغطت على play كما سوف تسمعون أحبابي في الله يعني إضافة يعني كما سوف تجاهدون هناك خلل في الفم لأنه يعني لا تظهر الأسنان لذا ركزت يعني بضرورة اختيار يعني صورة يعني تظهر فيها الأسنان حتى تكون النتائج جميلة جدا في الأخير إذا كنت تريد يعني حفظ الصورة يعني المتحركة بالصوت الذي قمت بإضافته تقوم بالضغط على الخيار الأخير الموجود هنا تختار صيغة الملف الذي تريد يعني حفظه يعني على شكل فيديو FV صيغة FV أو شيء من هذا القبيل تختار الأبعاد هنا إلى غير ذلك ثم تضغط في الأخير على هذا الخيار وتختار مكان حفظ يعني الفيديو أحبابي في الله مثلا سوف أسميه حوحو ثم أقوم بالضغط على الصف وأنتظر يعني تنبتق لكنا في دبيتشك تضغط على أوكي ثم تنتظر لحينما يتم حفظ الفيديو كما سوف تشاهدون أحبابي في الله الذي قمت علي بتحريك صورتك الشخصية لذا ننتظر قليلا طيب بعد حفظ الصورة يعني أوعف أن الفيديو أحبابي في الله نضغط علي سو خلاص اللي سوف يتم فتحه مباشرة أو تستطيع مباشرة الضغط على بلاي هذا هو الفيديو أحبابي في الله ضغط على ضغطة المين وتقوم بفتحه وفضلي يعني بويندوز ميدي بلاير فتح الفيديو كما سوف تشاهدون فالصورة تتحرك قمنا بإضافة إلى الصوت يعني تتذكرون وسوف تجدون هذا الشعار البرنامج أحبابي في الله لعدة سوف أضع لكم السريال في صفحة على الفيسبوك أطلب هناك يعني حتى لا تظهر لك هذا الشعار الخاص بالبرنامج لأننا شخصيا الآن أستعمل نسخة تجريبية لذا إذا كنت تريد سريال البرنامج حتى لا تظهر يعني في الفيديوهات هذا اللوغو الخاص بالبرنامج أطلب السريال في صفحتنا على الفيسبوك وهذه الطريقة يمكنك جعل يعني صورتك الخاصة تتحرك وتتكلم أبر هذا البرنامج المتميز لا تنسوا في الأخير دائما زيارتنا على موقع نادو الفيديو وفي صفحتنا على الفيسبوك فيسبوك وفي صفحتنا على الفيسبوك